تسع قمم طارئة إضافة إلى قمة اقتصادية واحدة عقدها العرب تمخذت عنها قرارات كان يفترض أن تكون حاسمة فاعلة إلا أن معظمها ظل حبرا على ورق ولعل أبرز هذه القمم هي قمة اللاءات الثلاث التي عقدت بين التاسع والعشرين من آب والأول من أيلول عام سبعة وستين في العاصمة السودانية الخرطوم عقب نكست حزيران بفترة مجيزة حين احتلت القوات الصهيونية خلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء وقد حضرتها جميع الدول العربية باستثناء سوريا وتم الإعلان خلالها عن اللاءات الثلاث وهي لا صلحة ولا مفاوضات ولا اعتراف بالكيان الصهيوني قمة تشرين الثاني عام ثلاثة وسبعين عقدت في الجزائر بطلب من سوريا ومصر بعد حرب تشرين الأول مباشرة وفيها تم التأكيد على ضرورة التحرير الكامل لكل الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام سبعة وستين قمة بغداد التي عقدت خلال تشرين الثاني عام ثمانية وسبعين في عقاب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنوار السادات اتفاقية كام ديفيد وقررت القمة حينها رفض الاتفاقية ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها في تشرين الثاني عام ثمانين استضافت العاصمة الأردنية عمان أول قمة عربية قاطعتها حينها سوريا والجزائر ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن بين أهم القرارات التي تبنتها تلك القمة إعلان مساندة العراق في حربه الدفاعية ضد إيران قمة تشرين الثاني عام واحد وثمانين التي مثلت انتكاسة بالنسبة للعرب حيث أقرت مبادرة سلام تنص ضمنا على الاعتراف بما تسمى دولة إسرائيل وفي تشرين الثاني عام سبعة وثمانين استضافت عمان مجددا قمة عربية إلا أنها كانت استثنائية حيث ناقشت الحرب المستمر حينها بين العراق وإيران وأعلنت التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في دفاعه المشروع عن أراضيه وإدانة استمرار احتلال إيران للأراضي العربية في العراق والجزر الإماراتية الثلاثة قمة بغداد الاستثنائية التي عقدت في أيار عام تسعين وفيها عبرت الدول العربية عن تضامنها مع العراق بوجه التهديدات والحملات الإعلامية الموجهة ضده وفي آب من عام 1990 أي بعد أيام مما عرفت حينها بأزمة الكويت عقدت أيضا قمة استثنائية في العاصمة المصرية القاهرة حيث طالبت بانسحاب القوات العراقية من الكويت وأكدت عدم الاعتراف بضمها للعراق في آذار عام 2003 عقدت قمة شرم الشيخ وفيها اتفق قادة العرب على الرفض المطلق للحرب الأمريكية على العراق ودعوا إلى حل الأزمة بطرق سلمية قمة آذار عام 2008 عقدت في العاصمة السورية دمشق واستنقسام عربي عميق حيث غاب عن القمة نصف القادة العرب مع اتهامات موجهة إلى دمشق بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وشددت القمة على تمسكها بمبادرة السلام العربية ورفضها تقسيم العراق ودعت الحكومة في بغداد إلى حل الميليشيات وبناء جيش على أسس وطنية وميهنية عديدة هي القمم التي عقدها العرب التي نتجت عنها قرارات لا تعد ولا تحصى كان يمكن أن يقال عنها إنها مصيرية لو طبقت فعلا ولكان الواقع العربي اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الآن